وصفة النهاردة سهلة او سريعة اصلها جاية من ايرش او ايرلندا اسمها بلو بيري سكونز وهتكون بناكية اللمون بتتقدم هنا عندي في قفايات مشهورة اوي في امريكا نقدر نستبدل البلو بيري بحاجات تانية هقولها لكو خلال الفيديو نمدق مع بعض ونقول المأدير ولا اول مرة تزوروا القناة اهلا بيكو انا ماروة ولو حبيته فيديو من نهاردة نقوم سوشال لايك والشير يلا على طول نبدأ اول حاجة معي بطين بدرجة حرارة الغرفة مهم جدا اضيف عليهم نص كوباية من الحليب او اللبن مهم ان يكون بدرجة حرارة الغرفة احط عليها بشري لمونة انا عندي لمونة كبيرة لو لمونة عندكم صغير تقدروا تستخدموا لمونتين واحنا بنبشورع نحاول ان احنا ناخد الحتة الجزء الاصفر بس ما ناخدش الجزء الابيض معايا شان الجزء الابيض هو اللي بيمرر وبالخطوة دي هنستغنى عن البانيلا مش هنبقى عايزين نحطوا بانيلا بس لو عايزين تحطوا اوكي براحتكم هستخدم في الوصفة دي كمان تقريبا يعني كبايتين من الدقيق ومهم جدا ان احنا ندخلهم هنضيف عليهم كمان ربع كباية من السكر رشة ملح معلقة كبيرة من البايكينج باودر وكوب الا ربع من الزبدة المتالجة تكون في الفريزر ومهم جدا الخطوة دي هو تعدوها الزبدة نكون حطانها في الفريزر علشان هي ديل هتعمل له ورق طبقات وهتخليه مورق زي وصفة الباف باستري اللي عملتها معيك وقبل كده نبشر شوية ونبدأ ان احنا نفرفتهم بادينا كده ومع ديق شوية يعني نحاول ان احنا ما نبشرش كمية الزبدة كلها مرة واحدة لا نبشر واحدة واحدة حبة حبة ونبدأ ان احنا نعمل بادينا كده زي ما انتم شايفين في الفيديو بعد ما خلصت كمية الزبدة وحسيت ان خلصت الزبدة تفرق كويس مع الزبدة هبدأ ان انا اضيف الزوبري بتاعي ممكن نستبدله بفراولة تكون حجم صغير وتكون او حتى متقطعة صغيرة بس تكون جمدة ومستكة نفسها شوية ما تكونش مستوية ممكن نستبدلها باي نوع من انواع التوت اللي احنا بنحبه لو موجود متوفر التوت الاحمر هتبقى برضو حلوة قوي بيه هضيف بقى على الكلام ده كله المواد استائلة اللي احنا عملناها اللي هي البيض واللبن هنقلب بالراحة خالص مش عايزين نعجن او تعجنه خليلو انا بقلب هحط عليها بقى البلوبري اللي رشيته بشوية دقيق علشان خاطر زيه زي الكيك بالظبط اللي هيخدش فيها فواكه ما ينزلش في قعر السكونز من تحت ويتحرق مننا فمهم ان احنا نبدره شوية بشوية دقيق طبعا هقلب بالراحة كده من تحت الفوق وما نضغطش خالص بالعجينة بالمعلقة او حتى بادينا هنجيب بقى ورقة زبدة او سيليكون وهنرش السطح من تحت كويس جدا بالدقيق مهمة قوي الخطوة دقيق وتنسوا تحطه كمية وفيرة من الدقيق علشان هو بتبقى العجينة ملزدها قوي نفس الخطوة شوية دقيق كتير برضو من فوق علشان واحنا بنبططها ما تلزقش في ايدينا حاول اشكلها شكل ما دور على قد ما اقدر وبالقطاعها بقى هقطعها لمثلسات وهنقلها في صنية تانية مهم جدا ان احنا ما نقطعهاش وندخلها الفورن لان هي هيتضاعف حجمها بشكل كبير جدا فيها طبعا بيكين باودر وفيها بيض وكمان فيها زبدة فحجمها يتضاعف قوي فمهم ان احنا ننقل بعد ما نقطع على صنية تانية ونسيب مسافات كبيرة قوي واسعة بينهم في الوقت ده هنكون مستخنين الفورن بتاعنا على درجة حرارة رومية في امريكا او متين في مصر درجة الحرارة الفورن بتكون عالية علشان لو درجة الحرارة واطية هتسيح الزبدة بتاعتي ومش هتخلينا ناخد النتيجة المطلوبة لو البتاع اللي احنا بنطلع بيها دي الاسفاتيلا لزقت منكو رشوها شوية بشوية دقيق وطلعوا قطعة السكونز هتطلع معاكم منتاز سهول انا ده هنتهى بقى من فوق بصفار بيضة علشان تديها لون حلو قوي وبس كده خلاص هندخلها الفورن هتقعد تقريبا بالضبط عشرين دقيقة مش اكتر ولا اقال لغاية لما تحسوا ان السطح بتاعها بقى لونه بني دهبي شوية كده اول بقى ما بتطلع بنسيب هاته ده مهمة جدا من زواهش دلوقتي هنعمل لها جليس الايسينج اللي هو باللمون هحط عليها كوبية من السكر البودر عليها تقريبا معلقتين كبار او اقل مهم ان احنا ناخد بالنا من اللمون اللي هنحطه هننزل باللمون واحدة واحدة مع التقليب المستمر لغاية لما نلاقي القوام عامل كده لو زودتوا لمون هتضطروا انه كتزودوا سكر بودر كتير جدا وهتستخسروا ان انتو ترموه فهتضطروا تحطوه على السكونز ففي الاخر هتطلع لكم حاجة مسكرة تعمها وحش المقدار اللي انا قلت عليه ده هو كفية قوي لتزين السكونز الكمية اللي احنا عملناها بعد بقى ما بيرد بيبرد بنحطه كده على شبكة عشان يبرد خالص عشان لو حطينا عليه الايسنج من دلوقتي هيسيح عليه ومش هيبقى ماسك فمهم ان هو يبرد شوية ونبدأ بقى نزينه بالايسنج اللي احنا عملنا الفيديو بتاعي خلص اتمنى ان هو يكون عجبكو لو حبيته الفيديو ما تنسوش تسيبوا لي كومنت اشوفكم ان شاء الله قصها تاني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته